نختتم جولتنا الصحفية مع حضراتكم من الجمهورية هنقرأ منها اللجنة الوزرية للقطن بتناقش إجراءات تعميم منظومة التجارة الجديدة انعقد المقار وزارة قطاع الأعمال العام اللجنة الوزرية للقطن واللي بتضم في عضويتها شام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وسيد القصير وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي اللجنة نقشت في اجتماعها الإجراءات والخطوات التمهيدية لتعميم المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان بداية من موسم 2021 تعالوا مع بعض نشوف الأخبار عن القطن المصري وكيف يمكن أن يعاد العهد السابق كما كان معنا عبد الهاتف دكتور محمد عبدالحكيم مدير معهد القطن السابق بعد السبع أخير دكتور عايزي نتكلم على كيف يمكن أن يعود القطن المصري كما كان في السابق مزدهرا ومعروف على مستوى العالم صباح الخير بداية أنا أعتبر القطن مصري الدولة وكان في السابق في العقول الأخيرة لم يولى أي اهتمام نهائي وبالتالي قلب مساحة القطن إلى مساحات لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الاقتصادية للقطن المصري فمنذ سنة 1994 وعندما صدر قانون تحرير تجارة القطن كان يتم تدول القطن عن طريق التسويق التعاوني وكانت الدولة هي المسؤولة أنها تأخذ محصول القطن بالكامل بالفلاح بعد سنة 1994 ترك إلى العرض والطلق في جارة حرة إلى أن تدنت الأسعار وكانت فلاح فريسة إلى الفجار فانتخفضت في ساحة القطن إلى أن وصلت الموسم الماضي إلى أدنى مساحة لها 182 ألف أي قالت الدولة الأولى الأخيرة بقيمة محصول القطن عن طريق القيادة السياسية الحكيمة بأنها أولت محصول القطن اهتماما غير مسبوك من خلال أنها أنشأت مصانع حديثة في مدينة الروبيكي ست مصانع حديثة للقطن المصري تستالك للقطن المصري وفي طريقها إلى إنشاء ثلاث مصانع أخرى في مدينة المحلة بالإضافة إلى إنشاء محالج وتطوير المحالج القديمة المتهالكة التي كانت تؤثر على صفات القطن المصري فأنشأت الموسم قبل الماضي محلج الفيون وهذا الموسم بإذن الله تعالى دوفي يكون المنظومة الجديدة ثلاث محالج جديدة لأن طبعا المحالج القديمة كانت يعني عندما يتم حالج القطن تها كان بيحتوي على بعض الشوائب اللي بتؤثر على صفات القطن العالمية ولكن مع المحالج الجديدة المتطورة يتم التخلص من جميع أيضا مسألة الزراعة دكتور يمكن في فترات سابقة كان هناك عزوف من قبل الفلاحين على مسألة زراعة القطن لكيفية التسويق فيما بعد لكن الدولة اتخذت إجراءات الحقيقة يعني أسهامت في إقبال الفلاحين على زراعة القطن في هذه الفترة أهم هذه الإجراءات وإلى أي مدى يعني أثرت على عودة زراعة القطن المصري الأصيل طبعا هو بالنسبة طبعا السؤال المتحدة حضرتك هذا الكلام مظبوط في الأولى الأخيرة كان الفلاح لا يعلم ما كانش فيه سعر واضح لتحديد الأسعار القطن فكان الفلاح بالتالي بيزرع القطن وهو مش عارف هيدبي المحصول بتاعه المين ولا مين اللي يشتري منه ولا يشتري بكام فتدخلت الدولة في الأولى الأخيرة إلى تحديد أسعار ضمان في بداية الموسم أسعار ضمان بحيث طبقت هذه المنظومة في السنة القبل الماضية في محافظتين محافظة الفيوم وبنسويت محافظة الفيوم وبنسويت عن طريق أنه يتم عمل مزادات للقطن وتأخذ بالأسعار العالمية كما أنه في السعر برضو كنتار القطن يعني ده بيغني المزارع على أنه يهتم بالزراعة بصحيح بصحيح السنة الماضية دخل محافظتين تاني في الوجه البحري اللي هي الدقالية والبحيرة بالإضافة إلى محافظة الفيوم وبنسويت وكان من نتيجة هذا التدخل من الدولة أن نزالة المساحة لهذا الموسم وصلت 230 ألف فدان يعني زدنا 50 ألف فدان عن الموسم الماضي وبالتالي أنا بتوقع عندما يكون هناك سعر عادل للفلاح ووجهة محددة ضامنة أنها تشتر القطن من المزارع سوف يقبل المزارع على زراعة القطن في السنوات القادمة يعني أنا بتوقع السنة دي إن شاء الله يا تعالى سوف يتم تعميم هذه المنظومة على باقي محافظات الجمهورية بحيث أن الفلاح يبقى عارف هو هيبيع قطنه المين هذا الموسم بإذن الله تعالى تدخلت الهيئة الوطنية بأنها تعاقدت على شراء جميع أقطان الإكتار بالكامل ودي الأول مرة تحدث أن الهيئة الوطنية تتدخل بتهذه المنظومة فتعاقدت على شراء الأقطان بالكامل من المزارعين أقطان الإكتار فده جعل فيه منافسة شديدة جدا بين التجار وبينها وبالتالي أقبل التجار على أنهم الشركات والتجار بدأوا يعملوا تعاقدات ثمان على الفلاحين على الأقطان التجاري فده بالتالي هيزود لصاحة القطن الموسم القادم إن شاء الله نشكرك يا فاندم شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الحكيم مدير معهد القطن السابق كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لحضرتك فقالتنا طبعا معكم متواصلة في صباحنا مصري النهاردة وكمان عندنا ضيوف ثلاث ضيوف زيما قلنا هنتكلم معهم على موضوعات متنوعة صحيح هنتكلم عن موضوعات كتيرة ده بالإضافة طبعا فقرة السوشيال ميديا هنرجع لك بعد قليل اشتركوا في القناة